موسيقى الاسم أهو منسوبة للأليوبية وللأمانة هي بلد بلد زي كتير من مدن مصر بس بقى مشهورة ببلد النص دحكة بلد أول مصنع للأغذية المحفوظة فيك يا مصر واللي كان أي فرح لازم يكون فيه شربات منها وأي تلميذ أكيد أكل من خيرها ومنتجتها هها للأغذية مش مجرد شركة هها تاريخ عايش ولسه حيعيش لو بس في يوم فكرنا في المستقبل صح طيب هسأل سؤال الصلصة دي أنا بقى عايز حالك تدوق الصلصة بقى حالك ستبيت بقى وصلنا اللي ما عارفيني هم أنتوا عارفيني بموت في إنه لما بعمل أكل أنا في البرنامج بقى بطلعوا يعني صلصته حمرة لازم أشوفها حمرة ما حبش الأكل البامبة أيها ودايما بحط صلصة كتير أيها بحط صلصة كتير تدوق الصلصة بقى بتاع شركة أهل أحط مجولة 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 دي زي دي بس دي عبواء صغيرة دي عبواء صغيرة ناخد الله طيب ده أصلي يعني ده ما حط منه في الطبيخ يبقى لونه صلصة طماطم وملح بس حضرتك لا فلفل أحمر ولا ألوان صناعية ولا أي حاجة ولا مكسبة طعم ولا لون فقط لغير هل ده اللي بيخلينا مثلا ساعة يعني ما باجي أطبخ أنا مثلا طبخة حاجة مسبكة فبحط برطمان الصلصة تقريبا كله في الحلة لا مش حاجة لاقيها ده المقدار اللي أنا ممكن أحلي به حلت بسلة ده تركيز 21% حمر بيحلت بسلة تركيز 21% حضرتك لو حطتي معلقة منه في الطبيخ تكفيك حضرتك جرابي حضرتك حتى دقيق حضرتك عايزة تعرفي حجم الصلصة ده أنت بيحتاجها لطبخة عادية 50 جرونت من ده اللي هي قديم البرطمان كلنا عامينه إحنا في أزروف بلاستيكية طبخة يعني قد الطبخة الوحدة وحاليا الرئيس بالساعة ما تقول أمر الشركة الوقتي بنعيد تأهيل الخط ده حشان حينتك تاني إن شاء الله في التطوير يعني يعني أنا عايزة أقول طب العلبة دي بتتبع بكام دي تمانها تلاتة دي اللي هي 320 جران دي ب3 جنيه وربع اللي هي بره بخمسة جنيه ونص نص كمان يعني وعلى فكرة الشركة اللي هي بتتبعها خمسة جنيه ونص بتصنع عندنا بتصنع الأصلي بتصنع البورية عندنا في الشركة عندي دي حاجة مهمة إنه حضرتك ممكن تعمل زي الإسانس مش كده مركزات مركزات والناس تاخده تخففه وتعمل منه بالضبط هو ده اللي بيحصل عندنا إحنا الخط الرئيسي في جمهورية مصر العربية لإنتاج مركزات الإسانس طيب يعني أنا بالبرطمان ده حضرتك بتقول ده 320 جرام أيها ده 320 جرام يعني الخمسين جرام يعملوا هنا فيه ستة طبخة ستة طبخة بالضبط ستة طبخة في ثلاثة جنيه وروبع يا أولاد بش أنا باخد البرطمانة بخمسة ونص في حالة والله العظيمات لا يسطعنا على حد كله حد على فكرة حضرتك منتاجه عظيم وجميل والصالسة التانية تلاقيها كلها ملاحها هو بيديف نسبة ملح بيستعود التركيز بتأطماطم بالملح أنا بقالي كتير ده جربي حضرتك ده أنت مش هتشوف حضرتك عايز تبدع بحاجة منجي لو عايزين نجيب تاني إحنا زملاء طبعا بقى اصدقاء احنا بقى الزوالات قادت ايه قادت الفول صح ايه مش انا شايفة صح حضرتك ولا ايه ان شاء الله ها ده فتحة كله الغطة كله يتشال عشان ما نتعبش سلت البيت بالفتاح جات حاجة عليك لا لا مش مشكلة لا ما جاتش ما جاتش خلاص انا شايفين يا بنات شايفين يا سوبيان شايفين يا اللي بتطبخه العرايس الله 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 حضرتك قلبة الفول دي عندنا بنباحها بتلاتة جنوروبا اللي هي حضرتك بره بقى بتطبع تانية في الهايبر ماركت الكبير بستة جنية طب بصوا الهارس بقى عشان فيه علا بساعات بقى جيبها مش بحرس الفولة بقى اخبطها في عين حد عشان تتخير بصوا ما فيش والله يا فين الكرين شايفني بجد والله العظيم مستوية جدا ده بيتدمس ازاي بقى اللي بتعملوا فيه ايه طريعة المية بحضرت لا عندنا في خطوط انتاج بتعمل منامل فيها الفول عندنا ترشي وعندنا شرباط استمع انا بحب البصل في بصل كل حلق الطرش يا كل بصل بس في بصل في زتون في لوون بالقصفل في لوون سادق فيه طرش المشكل فيه فلفل اه تعمه كويس حرق حسة ايوه انت عارف بقى زوء ان الشعب البصري حب رب مشرق اهو ده حلو قوي ده حرق سنة اللي هو الناس عايزة كده ايوه في زت وبرضو المخللات حضرتك فيش اي مخصبات ما فيش اي اضافات تخليل علمي لو نحط حاجة عشان يسوي الطرشي ولا يسوي اللون ولا الكلام طيب ده شرباط فراولة ده فراولة وفي ورد وفي ورد حضرتك في شرباط اللي وفتكري بقى حضرتك محمد روجي دي وما كان بيغني الشرباط اخر فين ده فكرني كان بيقول شرباط ورد 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 في الاغنية بتاع الفرح اه اه هو لا طيب انا المفروض احط لك فيه غطأ مقفولة سوري ده حضرتك 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 وقال تحلي اوكي ده مانجة خلينا نحط ده مانجة برضو شرباط لا ايه اتحل برضو كده كفاية على الكوباية لا زوديت شوية حتة حضرتك بقى هنا المزاق هو اللي بيفرق حضرتك بقى عايزها بسكر قوي عايزة قالت حسب الميض اللي حضوشيكم وطبعاً بيفرق مع التالجي المنتهى القرص والله واسعة ستنى والنبي يا زنيوة عجب بتاع بس يا منظر يا طبعاً فيه ناس لسه بتستعبل الاشتراكب مالاً لان فيه ناس بطلت ده منتج استراتيجي عندنا خصوصاً في الصعيد اش نعلم الشربات الأحمر بالذات كنا في معارض أهل الربضان كنا عاملين 12 منفذ 14 هرئيس 14 منفذ فحوالي 12 محافظة يعني كمية الشربات الورد والفرولة اللي بيعناها لا يمكن تدخيريها ربنا يجعل أيامنا بيحبولوا لأطفال حضرتك عشان اللول الأحمر بيعملوه بقى يضيفوا علي المهلبية بتاع حاجات كده أقول لحضرتك إن الشربات ده أنا بنتجه في مصنع القرين ببعت عربية بنبعت العربية بتنزل في المنفذ عندنا في الطبيعة السكندرية العربية قبل ما بتنزل البضاعة بتاعتها بتتشال الناس بتقف هناك طوابير عشان تاخد البضاعة بتاعتنا إيه اللي يخليك توصل لكل الناس ما تقوليش أنا موجه للأقل دخلا أو كده إيه؟ لا أنا زي ما قلت لحضرتك إن أنا متواجد في السوق متواجد في كل المجمعات الإساليكية هو بقى اللي عايزني يروح لي عارف مكاني اللي عايزني يروح لي اللي عايز أها هو للأسف طبعا الجيل الجديد ما يعرفش أها أيوة ما هو ده اللي أنا عايز أه بالضبط هو الجيل الجديد ما عرفش أها لكن الناس اللي هم أبهاتهم وأهلهم عارفين أها إيه اللي معطرك؟ إيه اللي عايزه؟ هو إن شاء الله التطوير اللي هيحصل في الشركة إن شاء الله برعاية سادة الوزير إن شاء الله يعني شركة أها هيحصل فيها طفرة كبيرة جدا لإيه لنحية إيه؟ الخطوط الإنتاج كلها نجيب بقى خطوط أحدث خطوط إنتاج نحتاج مثلا حاجة التعليم أنا شايفة إن التعليم تغاية يعني أيوة العلب ترديشن العلب تقليد قديم إحنا بل يعني على فكرة هو الصفيح ده طلبها التصدير أنا بصدره أساسا لكن أنا في السوق المصري المحلي أنا شغال في التطرباك اللي هي المتين وال أقول لك حاجة في قلبي أنا لو بشتري حاخد العلب اللي شبهي وأنا صغيرة يعني أوعد بطل يعني أرجوك ده أنا بقول لحضرتك السعودية واليمن مشترط علينا إن هو ياخد العلب الصفيح حتى دي لأ ما كانت شو موجودة دي دي بتروح اليمن دي حضرتك اليمن بالذات بيطلوب اللي لاي بداية لا فيه كان فيه عبوة تلتة حضرتك صحة دي كانت أدى علبة الصلصة الصغيرة أيها أيها وفيه كان فيه لا عبوة تلتة أعلى شوية نفس الحجم ده بس أعلى يعني نص كمان واحد ونص دي كان بتبقى يعني نص كمتلة بس أعلى متين خمسة وسبعين جراب ودي تلتة مية وسبعين ودي مية وسبعين الصغيرة دي مية وسبعين دي دي حضرتك دي مية وسبعين دي تلتة مية وسبعين لا أنا بتكلم على عصير أي وقت أوكي طي تلتة مية وسبعين اللي بيبيع معاك دلوقتي في الأطفال والمدارس ده ولا ده شغل ده مش ملاحقين من ده لاحقوا النبي آآ آآ لا ما هو ده آآ واللي هو اللي والليتر كمان ودي آآ ده حاج معاقلي أنا متكيفة جدا يا حليلة والمرابة المربة بالزبط ده تلتة آآ رحوس اللي قدام حضرتك دي فراولة فراولة وتلتة وماشي ماشي احنا جايبين طب فينا يا رينجة حضرتك بتعمل آآ مرمولادة يا رينجة بقى فاكرة حضرتك انت بصراحة صديقة يعني احنا بنقول آآ صديقة الأسرة فحنقول بقى بعدها بسعاد صديقة طبعا صديقة لأي حاجة بتحصل في مالك ده الفراولة حضرت التكة دي صحية جدا لو بتسمعيها تتطمني للمونتك شايف بقى عشان الاشراف على الجودة والمتاع شايف بقى طلع استنى بقى ايوة تعيش شانجة وتشات وإحنا صغيرين نورتوني وشرفتوني ونتمنى انه المرة الجاية نحتفل مع بعض وانتم حققين ان شاء الله عشرين تلاتين مليون دولار في السنة ان شاء الله محلولة كل مشاكلكو ان شاء الله انا عندي امل كبير ان المنتج ده بقى ما نبقاش كده حد مخدوق يا حلاوة دي اهلسه ما فيش كلام ده اهلسه موجودة ملء السمع والبص والبصر ليه طلب عدد حضرتك طبعا يليد تخدش صفحة الشركة على فيسبوك والموقع الاقتروني بتاعها شوفي تهافة الجمهور علينا في مهرجان القاهرة الدولي برجان الصور ماركت في المعارض اهل رمضان شوفي شوفي انا مش هاجبلك حاجة لو حضرتك المعد دخل هيشوف كل ده بوجود انا بتصور على الطبيع شوفي المحافظين وهم بيفتحوا المعارض دي حصل يا باشا ان شاء الله يعني حاجات هتعجبك ارجوكم انا بشكركم جدا احنا انا بشكر حضرتك ما تبصوا ليش في لقمتي عشان انا حاليا بحف نورتون احنا بنشكر حضرتك على وطنيتك ويا ريت يبقى كتير من الشعب المصري زي حضرتك كده تسلم لي يا رب كتا كلوك مربا حلو قوي بالله هنا وشوف